اشتركوا في القناة وتعليقا على ذلك أكد الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض أن مملكة البحرين شهدت خلال الأعوام القليلة الماضية نموا ملحوظا في عدد السياح القادمين على متن السفن السياحية من مختلف أنحاء العالم مضيفا أنه خلال شهر ديسمبر ستقوم المملكة باستقبال سبع سفن سياحية عالمية وأضاف قائدي أنه من خلال هذه الرحلات تسعى الهيئة إلى توفير تجارب الإقامة البحرية للزوار بما يسهم في زيادة عدد السياح الوافدين إلى المملكة ورفع إرادات القطاع السياحي ومساهمته في الاقتصاد الوطني مؤكدا جهزية هيئة البحرين للسياحة والمعارض لاستقبال السفن الأخرى القادمة التي ستصل خلال الأشهر المقبلة واتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة بتقديم التسهيلات للسفن السياحية في الميناء كما أشار قائدي إلى أن تزامن موسم السفن البحرية مع أعياد البحرين سيوفر فرصة مثالية لزيادة جهود الترويج للبحرين كوجهة سياحية بارزة ومفضلة منوها بأهمية سياحة السفن والبواخر كجزء لا يتجزأ من استراتيجية السياحة لمملكة البحرين 2022-2026